هو حامد دستور العراقي وحارسه ومن هنا جاءت دعوته إلى اجتماع للرئاسات الثلاث ضمن سلسلة من اللقاءات العاجلة المهمة بما يتناسب مع إيقاع الأحداث في البلاد أمامنا استحقاق مراجعة هذا الدستور والاستماع إلى شعبنا والوقوف على ما هو مطلوب في ضوء التجربة العملية من العراقيل التي تعرق للحكم الرشيد وتوفير الخدمات والإصلاح المطلوب لمواطنين رئيس الجمهورية برحم صالح استضاف اجتماعا عقد في قصر السلام ببغداد ضم رئيسي الوزراء عدل عبد المهدي ومجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان هنا التقت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على محور غاية في الأهمية هو تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي هي ليست مسؤولية السلطتين التشريعية ممثلة بالبرلمان والتنفيذية ممثلة بالحكومة بل السلطة القضائية أيضا التي يفترض أن تكون فوق السلطات جميعها فلا أحد فوق القانون في النظم الديمقراطية والعادلة وحيال هذه المسؤولية قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق بحوادث مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين والقوات الأمنية كل هيئة من هذه الهيئات القضائية ستتكون من ثلاثة قضاة تحقيق وعضو ادعاء عام يتولون التحقيق بخصوص حوادث القتل والعنف خلال التظاهرات الأخيرة والاعتداء على وسائل الإعلام بموجب عمل الهيئات يمكن للمدعين بالحق الشخصي عن الضحايا وكل المواطنين والجهات التي وقع الاعتداء عليها مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن فيها وفي حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث فإنه يجب على المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية اليوم ارتفع أساس جوهري لتدعيم شرعية الحكم في البلاد عبر تأكيد مسؤولية السلطات الثلاث في حماية الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر